أهلا بكم وصل كل من المستشار الألماني أولاف تشولدز والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراقي لكيف لإجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي وذلك في زيارة هي الأبرز لأوكرانيا منذ غزو روسيا لها في الوقت ذاتي ذكرت وكالة بلومبرغ أن الرئيس الروماني كلاوس يوهانس من المقرر أن يشارك أيضا في هذه الزيارة رغم الحرب الدائرة إلا أن كييف استكملت عددا من المسؤولين الغربيين الذين جاءوها لإظهار الدعم فما أبرز تلك الزيارات نتابع وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية في الثامن من أبريل إلى بلدة بوتشا شمال شرق كييف مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ورئيس الوزراء السلوفاكي أدوارد هيجر وفي زيارة أوروبية تضامنية جديدة وصل المستشار النمسوي كارل نيهامر إلى العاصمة الأوكرانية كييف في التاسع من أبريل حيث اجتمع مع الرئيس الأوكراني وعمدة كييف تبعه لاحقا في اليوم نفسه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي التقى الرئيس الأوكراني لإظهار دعم بريطانيا لشعب أوكرانيا وتقديم حزمة من المساعدات المالية والعسكرية وفي الخامس والعشرين من أبريل التقى وزيراء الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتوني بلينكين ولويد أوستن بالرئيس الأوكراني لمناقشة العمل الذي يجب القيام به في هذه الحرب وتقديم الدعم إلى كييف وفي الثامن والعشرين من أبريل زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ضواحي كييف معتبرا أن الحرب الدائرة في هذا القرن هي حرب عبثية لا جدوى منها وبعد جدل وانتقادات أوكرانية لبرلين قامت وزيرة الخارجية الألمانية بعمل زيارة إلى كييف في العاشر من مايو لتصبح أول وزيرة ألمانية تتوجه إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي حتى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حلف الولايات المتحدة على زيادة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا وشدد على التزام بلاده بتعزيز قدرات كييف النارية بعيدة المدى أوستن قال في اجتماع الأوف في بروكسل خصص لدعم كييف بأن الدول الغربية مستعدت لمواصلة التركيز على تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا طالما كان ذلك مطلوبا وفي وقت سابق كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن بلاده خصصت أسلحة إضافية لأوكرانيا قيمتها مليار دولار بايدن قال بأنه أخبر نظيره الأوكراني فرودمير زيلنسكي بأن الحزمة الجديدة تشمل أسلحة مدفعية ومضادات بحرية وأنظمة صواريخ متقدمة ستدعم العمليات الدفاعية في دنباس كما أعلن أيضا عن 225 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية للداخل الأوكراني بدوري قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف بأن تسريح الولايات المتحدة لأوكرانيا يطيل أمد مشاكلها مضيفا بأن العلاقات بين موسكو واشنطن وصلت إلى نقطة الصفر ولا يوجد حوار بين البلدين وأن نتائج القمة بين الرئيس الروسي والأمريكي والتي عقدت في العام 2021 باتت غير مجدية